بسم الله الرحمن الرحيم درسنا في هذه المحاضرة هو الحديث عن الألف اللينة والمراد بالألف اللينة هي الألف التي تقع في آخر الكلمة إذن الألف الواقعة في آخر الكلمة آخر الكلمة وهذه الألف اللينة إما أن ترسم بهذا الشكل الألف المتطرفة في آخر الكلمة إما أن ترسم بهذا الشكل وإما أن ترسم بهذا الشكل وهذه الألف حين ترسم بهذا الشكل بالشكل الأول هذا تسمى الألف الطويلة وهذه الألف تسمى الألف المقصورة ومرادنا في هذا الدرس هو أن نعلمكم متى تكتب الألف في آخر الكلمة طويلة ومتى تكتب مقصورة والحقيقة أن القاعدة التي تحكم ذلك قاعدة كتابة الألف اللينة وهي الألف المتطرفة في آخر الكلمة وطبعا الألف معروف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا فإننا سنقسم القاعدة التي تضبط رسم الألف اللينة ستقسم بهذا الشكل سنتحدث عن الألف اللينة في الحروف ثم نتحدث عن الألف اللينة في الأسماء ثم نتحدث عن الألف اللينة في الأفعال يعني سنتحدث عن حكم الألف اللينة حين تكون في آخر حرف الألف اللينة حين تكون في آخر اسم الألف اللينة حين تكون في آخر فعل ولعلكم تذكرون أن الأمر نفسه فعلناه عند ضبطنا لأحكام الهمزة إذن ضبط قاعدة الألف اللينة مثلها مثل الهمزة تبدأ من معرفة نوع الكلمة عليك أن تبدأ أولا بمعرفة الكلمة التي في آخرها ألف في آخرها لاحظ ألف هل هي حرف أم اسم أم فعل ولذلك سنبدأ الآن في الحديث عن هذه الألف نتحدث عنها في الحروف ثم نتحدث عنها في الأسماء ثم نتحدث عنها في الأفعال إن شاء الله تعالى لذلك سنتحدث عن الألف اللينة في الحروف وهو الجزء الأول القاعدة في غاية الوضوح جميع الحروف لاحظ معي القاعدة جميع الحروف المختومة أو المنتهية بألف المختومة بألف تكتب ألفها طويلة خلص إذن جميع الحروف تكتب الألف في آخرها طويلة بهذا الشكل ثم سنقول ما عدا إذن عندنا القاعدة الأصلية هو أن جميع الحروف تكتب بالألف القائمة ثم سنستذني أربعة حروف وهي مشهورة ومعروفة إلى حرف الجر إلى حرف الجر على حرف الجر حتى وهو يأتي للجر وغيره وحرف الجواب بلأ هذه الأحرف الأربعة تكتب الألف في آخرها مقصورة وفيما عدا ذلك فإن الألف في جميع الحروف تكتب طويلة تكتب طويلة لاحظ معي حين نأخذ الحرف مثلا إلا إلا في آخره ألف وقد كتبت قائمة الحرف ألا الحرف لا الحرف أيا حرف النفي ما لاحظ معي هذه الأحرف سرنا بها على الأصل وهو أن الألف التي تختم بها الحروف تكتب طويلة لذلك كتبنا الألف في جميع هذه الأحرف طويلة وكتبنا هذه الأحرف مقصورة والقاعدة تقول إن الألف تكتب مقصورة في هذه الأحرف الأربعة وتكتب قائمة فيما عداها إذن نحن استثنينا هنا أربعة أحرف لا غير كان هذا هو الحديث عن أحكام الألف اللينة خلاص إذا قلنا الألف اللينة نعرف أن نريد الألف التي في آخر الكلمة الألف اللينة تعني الألف التي في آخر الكلمة إذا كانت هذه الكلمة حرف فإن القاعدة تقول جميع الحروف المختومة بألف تكتب ألفها طويلة هكذا ما عدا أربعة أحرف في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الألف اللينة أي التي تقع في آخر الكلمة حين تكون تلك الكلمة من الأسماء نلتقي بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر